سلام لبنات كديرين لبس عليكم أمركم مزيانة صحيح تكم لابس تنتمنى تكونوا كاملين وباخروا على خير وتكونوا في أحسن الأحوال ومعاكم كيف العادة أختكم وحبيبتكم رابعة الحسنوية في فيديو جديد وكيما تعودتم معايا لبنات دائما تنجيب لكم الجديد والمجربات ديال الوصفات اعواش لكم بروكة بعدها البنات ودخل عليكم إن شاء الله الصحة والهناء والرزق وباش ما تمنيتوا في قلبكم إن شاء الله واللي عنده شي غارض في قلبه الله يقضيه ليه وليوم شاء الله هالبنات في هاد الفيديو جبت ليكم أول حاجة قبول بالدم ديال العيد الكبير من الوصفات ديال العيد الأضحى قبول بالدم ديال العيد الكبير قبول خاطيرة لبنات بالدم تلعيد اللي عتخليوها عندكم العام كامل تاني حاجة البنات اللي سولوني على القنب قالوا لي يا ربيعة حطيلينا الوصفات بالقنب أولا الحبل يعني اللي كيتربط به الحولي حتى هو البنات عنا نقول لكم شنو غدي نديرو به جوش وصفات خاطيرين البنات أول حاجة الدم قبول مع جميع الناس كيف تتعرفوا البنات نهار العيد كتكون الفرحة وتيكون كل شي فرحان صغير والكبير هذا الدم ديال العيد راح عندو واحد روحانية عالية في القبول وجلب محبة الناس ديروها البنات من اللي تبغوا تخرجوا ولمني تبغيوا تقضيوا شي غرض مع شي حد ديروه وصيروا الغرض ديالكم وغايت تقضى وغتشوفوا بعينيكم عجيبة لبنات هاد القبول هذا والوصفة التانية كيف قلت لكم عنقولها لكم كيفش غدديرو القنب ديال العيد الكبير تبعوا معي البنات الفيديو من الأول حتى الأخير وما تنسوناش من اللايكات وبرتاج وتعليقات الغزالة ديالكم كيف العادة وبلما نطول عليكم حبيباتي شنو أول حاجة تديرو؟ شنو أول حاجة تديرو البنات في هاد الوصفة؟ مجرد ما كتدبحوا البنات الدبيحة ديالكم الكبش ديالكم البنات اللي تيقولوا لي وخاتكم خروفة وخة خروفة ولا خروف مجرد ما تيدبح لكم القزير ولا أي شخص من الدار اللي عيدبح لكم المهم داك الدم الأولى لبنات اللي عاي خرج من اللي حولي غادين تغرفوا منه غادين تاخدوا منه واحد شوي يجيبوا شي كاس ولا غير بيديكم مهم أي حاجة وغتهزوا من هادك الدم من غتهزوها البنات شنو عاد ديرو؟ عاد تاخدوه وديروه في شي بانيو أي إناء بغيتو تديروه فيه ديروه في شي بانيو وغتتكرموه غتديوه يبس فضل ماشي في الشمشة البنات فضل غتاخدوه من الدم وغتديروه فضل يكرم الدم الأولى لبنات من الأحسان يكون الدم الأول مجرد ما تيخرج تكونوا رادي من البال غتاخدوه الدم وديروه في إناء وديروه في الضل وتخلي واحدة ينشف مينتين شف شنو تديرو بيها البنات تتاخدوه وتتقطعوه قيطاع وتديروه في القريعة ديال الزج تديروه في شقر عمل أحسن ديال الزج باش كيبقى محافظة لعام كامل لبنات ما كتوقع ليه تيشي حاجة تيبقى عندكم العام كامل بالتجريب ما تيطرع ليه والو تديروه عندكم في ديال القريعة شنو كتديروه البنات الطريقة ديال القبول باش تكوني مقبولة باش تكوني منورة عند الناس باش تكون كلمتكم سموعة وباش كل شي كيف ما كتكون ديك الفرحة ديال العيد كيف ما كل شي تيكون فرحان بيك هذا والسر في هاد الدم تلعيدها البنات عسى من بي الله وصفة مجربة وصفة غزالة قبول ديروه وتفكروني عليه كيف قلت لكم هالبنات غادين تاخدوا فيه لما تبعوا تخرجوا لشي بلاصل اللي انتو ما باغين تبانوا فيها وباغين تكونوا منورين وباغين تكونوا عابين للعين وكلمتكم سموعة غادين تاخدوا حالطريف ديال الدم وغادين تدوبوا في واحد شوية العسل الحر عسل حر تنأكد عليها البنات شوية العسل الحر تتاخدوا ديك طريف الدم وتتقدوبوا بسبعكم غير بسبعكم تتحركوا في وسط تتحكوه وسط ديك العسلة تتيدوب تتحسوا به داب وسط ديك العسلة وكتاخدوا هدك العسل وكتدهنوا به وسط شعركم يعني ما يبانش الفرقة ديال شعركم من الداخل كتدهنوا الفروة ديال الراس الفروة رأس ديالكم يعني ديك البيوضة ديالنا ديال الراس كتدهنوها من الوسط غير من الوسط الفرقة ديال الراس سفيو كتغطوا عليها بالشعر ولا كتديروا فولار ديالكم كتديروه وكتمشيوا البلاصة اللي انتو ما غادين لها ما يبانش طبعا هاد الدمه كيبانش قارين تديروه و vitamè millions اللي غادين لها وغتشوفوا النور وغتشوفوا القوبول وغتشوفوا كيفاش غتكونوا مقبولين والكلمة ديالكم مسموعة إلا كنتوا عندكم غرض عند شي حد الدم ديال العيد رائع وواعر في القوبول وهذه طريقة سهلة إلا ما بغيتوش هالبناء تديروها طريقة أسهل طريقة وتخليوها عندكم في القراءة الزج ووقت ما كنتوا غادين خارجين تاخدوا حد طريق غير صغير ور وتديروه وسط معلقة صغيرة ديال العسل ولنص معلقة صغيرة ديال عسل غي واحد شوية وتدوبوه دوبوه بصبعكم وتدهنوه غير بصبعكم وسط الفروة ديال الراس وتخرجوا للغرض ديالكم هذي هي طريقة ديال الوصفة ديال دمت العيد هذي البنات بالنسبة للوصفة اللولة ديال القوبول الوصفة الثانية ديال القنبت العيد وللحبل اللي كان ربطوا به لحولي الكوردة كل واحد تقول ليها المهم الحبل اللي تتربط به الحولي ما تترميوهشة البنات تتخليوها عندكم حتى هو البنات تتخليوها عندكم العام كامل يعني وقت مما بغيتوه غتقطعوه منه واحد طريف وهذاك الطريف قاضي الغارض غتديروه طريقة اللي هنقول ليكم ساهلا طريقة تفسخة من ايش اللي بنات هالتفسخة اللي كان ديرو بالقنب ديال العيد وللحبلت العيد تفسخة من السحر تفسخة من التابعة تفسخة من العين تفسخة اي حاجة خيبة كتحيد عكوسات اي حاجة اللي بناتكي باوي خدموا الوصفات تفسخوا بالقنب ديال العيد تجعلها عندكم تفوسخوا بها ومن مراها عد خدموا الوصفات لكم وخدموا الجلب وخدموا المحبة وخدموا أي حاجة بغيتو باش كتحيل عليكم كل شي وشنو هي الطريقة البنات اللي كتديروا في هاتفوسخها فينما تبغيوا تفوسخوا بالحبل كتخلوا عندكم فينما تبغيوا تفوسخوا كتاخدوا واحد القطعة صغيرة من هاد الحبل هادا كتاخدوا هديك القطعة وكتخلطوها مع الفاسوخ كتخلطوها مع الفاسوخ أي نوع دي الفاسوخ فاسوخ الكحل فاسوخ الوسقي أي فاسوخ كتخلطوا معه ديك القنبة والفاسوخ دي يكون كيتلصق راكم عارفين وكتحاولوا تلصقوا فيه ديك القنبة تدلكوا معها تعجنوا معها مزيان القنب ولا الحبل تتعجنوه مع الفاسوخ مزيان بصباعكم بيديكم وكتاخدوه وتزندوا المجمر مزيان وطلقوا ديك التفوسخة من الأحسن ديروها مع الوقفة دي الجمعة تفوسخة فينما هادي البنات كيف قلت لكم من السحر من العين من الجميع على أي حاجة خيبة لعكس أي حاجة خيبة والبنات اللي عندهم المس العاشق شمو غادي نديرو عتاخدو هاد فوسيخة نفسها وغتزيدو عليها الفيجل الفاسوخ والقنب دي الحاولي والفيجل البنات اللي عندهم المس العاشق واللي كيعانيو من المس العاشق راها مجربة مرارا وتكرارا لبسوش حاجة واسعة وتلقوش عاركم حينو مجوهارات ولا أي حاجة مديرينها أخواتم ولا أي حاجة وخليوا ذاك البخار يطلع معاكم شي عجاجة تكون مزيانة مجمرة يكون زاند وخليوا ذاك القنب تبخروا به مع الفاسوخ ومع الفيجل البنات اللي عندهم غير ما عندهمش المس العاشق ذاك شي ليد كارت كامل ديروا غير الفاسوخ والقنب وخليوا ذاك بنفس طريقة خليوا يطلع معاكم الدخان والبخور دي الحبل للعيد الكبير غزالينا لبنت هاد الوصفات سوى القبول سوى التفسيخة فنة 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 والله العظيم مجربة وانتم اللي عند جربوها وعطي حكمكم نفوسكم وهذا ما كان في هذا الفيديو وعشركم بروكة مرة أخرى السلام عليكم تلقى في الفيديو الجيد